السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله باذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما اتكلم عنها. هم بوضح اللي احنا عرضنا فرص منحة كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلو عليها منحة كتيرة جدا ما نحن موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي نخلها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام وكانت تعليم ولبول فيها حصرينا عن طريق قناتنا. وكانت شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاتير. التقديم ولبول فيها حصرينا عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان كنا عرضنا خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم نخلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضغط الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب نول كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب جروبنا على فيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقي موجودة في صندوق وصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا. فيها جماعات كتير مشاركة ودول كتير مشاركة. تمام? هي منحة البنك الدولي الممولة بالكمل. تمام? يبقى المنحة دي هي منحة دولية مقدمة من البنك الدولي اللي موقعه موجود في اليابان. تمام كده? الدول اللي هيتم الدراسة فيها. عندنا في دول هيتم الدراسة فيها وليس الدولة واحدة وليس الجامعة واحدة. عندنا اوروبا معظم الدول موجودة في اوروبا في جماعات مشاركة فيها. امريكا تمام? واليابان. يبقى في جامعات في اوروبا وفي جامعات في امريكا وفي اليابان تقدر تختار جامعة منهم وتدرس فيها. والبنك الدولي هو اللي بيمول لك المنحة دي وبيدفع التكاليف للجامعة. تمام? الدول المتاحة للتقديم. الدول المتاحة للتقديم هي كل الدول وبالاخص الدول النامية. ودي حاجة كويسة جدا لالمنحة دي خاصة الدول النامية. زي الدول مسلا العربية نتكلم عن مصر الجزائر ما الى زلك. تمام? الدول الافريقية. فبالتالي الدول اللي هي الضعيفة شوية اقتصاديا هيكون لها نصيب كبير من الفرصة دي. تمام كده? اه المرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي. المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير فقط. يعني لو انت عايز تدرس بكالوريوس تدرس دكتوراه غير متاح في المنحة دي. المنحة دي هي فقط ماجستير. تمام كده? اخر موعد للتقديم في المنحة دي وانا هتطلقه الموعد في الاول لان طبعا هو يعتبر زي نقول عليه فضل واحد وعشرين يوم وينتهي. هو تلاتين ابريل الفين وعشرين هو موعد انتهاء المنحة. طيب المنحة دي بقى بتتكفل لحضرتك بايه? المنحة دي فيها مميزات كتير جدا. هتتكفل لك بتذاكر الطيران بمعدل خمسمائة دولار. يعني انت مسلا فليكن عايز تسافر اه مسلا اه اليابان عشان تدرس فيها. فالمنحة تدي خمسمائة دولار. تمام? تمول لك السفر بتاعك زهاب وعودة يعني في اه للزهاب مبلغ اللي خمسمائة دولار وبرضو في اسناء يعني بعد لما تنهي المنحة. اه والعودة لبلدك هيدوك برضو مبلغ تاني يتحملو لك في تزاكر الطيران. المنحة دي كمان هتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان. يعني الدراسة في احد الجامعات اللي انت هتختارها هي هتوفر لك رسوم الدراسة بالمجان وهي اللي هتدفع الرسوم دي للجامعة. تمام كده? كمان هتوفر لك راتب شهري ويكون على حسب الدولة اللي تدرس فيها. يعني مثلا فليكن انت هتدرس في امريكا. فمسلا هيوفر لك مرتب لكفيك للمعيشة في امريكا. تمام? هتدرس في اليابان. فهيوفر لك المرتب لكفيك في اليابان. فالمرتب هم محددوش كام. ولكن هم قالوا المرتب يكون على حسب الدولة اللي انت هتدرس فيها. بالاضافة كمان هيوفر لك السكن تبع الجامعة واجبات الطعام وهيوفر لك تأمين طب دولي. تأمين تبدي حاجة مهمة جدا في حادة لقدر الله حدوث مرض او حاجز. المنحة او طريف اه العلاق كامل. تمام كده? بالنسبة بقى للتخصصات والجامعات المتاح. طيب احنا كنا تكلمنا وقلنا ان احنا عندنا الدول المشاركة هي اوروبا امريكا واليابان. هنا عندنا بقى حضرتك عشر جامعات في اوروبا وامريكا واليابان تختار منهم جامعة. وفي في تلاتين تخصص متاحين في العشر جامعات دول. يبقى احنا عندنا تلاتين تخصص وعشر جامعات مشاركة. طيب عشان نشوفت الجامعات والتخصصات انا هتطلقكم الرابط هنا اتيجي الجامعات. هيفتح معاك الموقع بالشكل ده هتلاقي حضرتك هنا الجامعة تمام? هي هتلاقي مسلا اه هتلاقي مسلا هي موجودة ومت رأة مرة تانية طب هي مت رأة مرة تانية ليا عشان يوضحوا لك ان في تخصصين متحين في الجامعة دي. هتلاقي عندك جامعات تانية. موجودة ارياصموس. تمام? هتلاقي عندك اه؟ اه؟ جامعة توكيو despكيو. هتلاقي جامعات في امريكا تلاقي جامعات في آآ آآ اليابان تمام وتلاقي جامعات في اوروبا فبالتالي انت بتشوف الجامعة والتخصص المناسب لك التخصصات موجودة هنا تلاقي مسلا آآ تلاقي حاجات كتير مثلا تمام كل التخصصات المتاحة موجودة هنا واسم الجامعة اللي متاح فيها التخصص موجود قدامه تمام كده يبقى الموضوع ممتاز جدا وممنظمينه طيب احنا كده تعرفنا عالتخصصات والجامعة التعلامة دلوقتي نتكلم مع الملاحظة كده سريعة. المنحة دي. لا تحتاج شارة لغة انجليزية. المنحة دي عند التقديم لها مش محتاجة منك يشارة لغة. وليس هناك حد اقصى للعمر. الناس اللي دايما بتسعى على المنح اللي ما فيهاش حد اقصى لعب. المنحة دي ما فيهاش حد اقصى للعمر. تمام كده? الاوراق المطلوبة بقى عشان حضرتك تقدم في المنحة دي. مطلوب منك السيرة الذاتية بتاعك. تمام تجهزه. مطلوب منك كشف الدرجات اصلي ومترجم. اللي هو بكل المواد اللي انت درستها في درجة البكالوريوس يكون معك كشف الدرجات بتاعها. وتكون اه بعد كده تترجمه للغة الانجليزية. او ممكن لو انت عندك كشف الدرجات باللغة الفرنسية مثلا اللي هي الدول الفرنجفونية زي المغرب الجزائر. ممكن تحط عادي تكشف الدرجات بتاعها باللغة الفرنسية لانه متاح برضو اه وضع الاوراق باللغة الفرنسية. بالاضافة كمان اه انك تحط ورقة تثبت انك عملت الفترة في احد الاعمال. يعني مسلا انت اشتغلت في اي شغل او اي عمل الفترة معينة شهر اتنين تلاتة سنة تجيب لي ورقة بس تثبت انك اشتغلت الفترة دي. تمام? اي شغل في اي سنة انت عملتها مش مشكلة. المهم ورقة تثبت انك اشتغلت في اي حاجة خلال اه السنوات السابقة بتاعتك. او عندك على الاقل عمل حالي دلوقتي. تمام كده? طيب كيفية التقديم للفرصة دي? التقديم للفرصة دي بيتم بشكل اونلاين وبدون اي رسوم للتقديم من للمنحة. مفيش رسوم خالص شنتقدم للمنحة دي. كل شيء يتم اونلاين. وهنا انا هتطلقكم اللاحظة ان اه احنا كقناة منح من كل الوان بنتيح فرصة التقديم اه للمنح والفرص. المبلغ بسيط. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك. تمام? وهتلاقي استمارة التواصل مع نا للتقديم بن خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وهنا هتطلقكم رابطين اللي هو الاعلان الرسمي للمنحة ورابط قدم الان. طيب قدم اللي الآن هو التقديم والاعلان الرسمي للمنحة واللي فيه كل تفاصيل المنحة. maxim طبعا على الاعلان الرسمي. تمام? سيزهر لنا بالشكل ده. تمام? ده الاعلان الرسمي. آه هتلاقي فيه التفاصيل موجودة هنا. اللي لازم يكون طبعا معك شارة لازم تكون في صحة جيدة. هتلاقي في اخر جزء هنا بيقولك ايه الحاجات اللي بتوفرها دي. تمام? بيكلمك عن كل التفاصيل هنا. كل شيء هتلاقيه هنا. آآ بالنسبة ليه الجامعات المشاركة وبالنسبة ليه تفاصيل المنح. تمام كده? طيب خلينا دلوقتي نتخش على التقديم. تروح ليه? آآ قدمة الان دي عشان يفتح معك التقديم. التقديم هيفتح معك بالشكل ده. تمام? هيظهر عندك. آآ طيب لو انت مستخدم جديد لازم تروح تعمل. تبقى تعمل ازاي? تحط الايميل بتاعك. وتحط وتعمل يعني تعمل وتعمل وتكتبه مرة تانية وتضغط على ويبقى انت كده تسجلت على موقع المنح. طب انا عايز اخش بتاعي. اعمل ايه? تروح واخد الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا. وتروح جاي تكتبهم في هنا وتضغط على كلمة دي. بعد كده يزهر لك بتاعك بالشكل ده. هتروح انت جاي ورايح لاول واحدة دي اللي هي وتضغط عليها عشان تكمل تمام? وتضغط وتدخل بقى للصفحة الرئيسية وتكملة البيانات. هتلاقي هنا عندك كزا خانة اللي هي متقسم لكزا اللي هي بتكلم عن المعلومات الشخصية بتاعتك. بتكلم عن مستوى التعليم بتاعك. بتكلم عن اختيار الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها. بتكلم عن الوصائق المطلوبة. فتروح حضرتك. تبدأ بقى من اول هنا وتفضل انك تملى بقى او كل تمام? اه اول حاجة بيسألك انت عايز تكمل بتاعك باي لغة? عايز تبدأ اه او تكمل البيانات باللغة الفرنسية ولا اللغة الانجليزية بتختار اللغة اللي انت عايزها. تمام? انا عايز مسلا اكمل باللغة الانجليزية فبضغط على اللغة. عايز اللغة دي عايز اكملها الفرنسي اضغط هنا. بعد كده هتلاقي عندك اول حاجة اللي هي معنوماتك الشخصية تكتب اسمك. تكتب دولتك. بتاعتك. اه تكتب بتاعك. اه بيقول لك كان على مستوى التعليم الاب والام اه يعني اه كان مستوى التعليم بتاعهم ايه? اه مدرسة سنوية ولا جامعة ولا ايه? فتختار بالنسبة لاب والام تعليم بتاعهم. اه بتيجي بعد كده بقى هنا بيسألك شوية اسئلة. بسيطة زي مسلا اه الفيزا بتاعت الدولة اللي انت هتروح لها. هل انت مسلا مقيم في الدولة دي ولا مش مقيم فيها? او انت موجود خارج دولتك. فبتجيب بعد السئلة دي. بعد كده بتضغط نكس بتخش على الخانة اللي بعدها. والخانة اللي بعدها هي تمام? اتكلم بقى في الجزء ده عن بتاعك. بتكلم عن خلفيتك التعليمية. بيقول لك هل انت بتدرس حاليا ولا تخرجت? اه بيقول لك هل انت عايز تنضم لي المنحة دي? بتضغط عليك المتيس. تمام? فلا هنا بيسألك السؤال بيقول لك هل انت استلمت المنحة دي سابقا او يعني اخدت المنحة دي سابقا. فمسلا انا المنحة دي يعني منضمتش لها لكده فبضغط على نول هنا. تمام? بعد كده بتضغط على السكشن اللي بعده. اللي هي اختيار الجامعة اللي انت عايزه في اي جامعة? تمام? هزهر لك قائمة الجامعات والتخصصات هنا. الجامع اللي انا عايزة به زي ما كنا عرضنا قائمة الجامعات من شوية. تختار بيقى الجامعة اللي انت عايزة. تمام? اه وتضغط عليها. مسلا انا اختار الجامعة دي وبعد كده بتضغط على اللي انت عايز تدريسها فيها تمام الدرجة العلمية تختار الدرجة وهكزا وبتضغط انت عايز تبدأ امتى التاريخ اللي انت عايز تبدأ فيه بعد كده بتخش على اللي بعده اللي هو التوظيف او زي ما كنا وضحنا سابقا بيسألك عن معلومات عن عمل سابق انت اشتغلته فلو انت حاليا بتشتغل بتضغط على الخانة دي اللي انا حاليا دلوقتي اه بشتغل مسلا وهنا بالنسبة الاعمال السابقة اشتغلت قبل ايه سابقا اه سابقا اشتغلت في ايه فبتضغط على النوع الشغل اللي انت اشتغلته بتكتبه هنا اه ولو انت اشتغلت بقى في مؤسسة اتنين تلاتة اربعة تقدر تدفهم لو انت بس اشتغلت يعني في مؤسسة واحدة بتملأ اول خانة وبتسيب الباقي ده كله فاضي تمام كده طيب بعدها بنخش على اللي بعده اللي هو بالنسبة للعمل التطبيع بتاعك لو انت يعني اشتركت في اي عمل تطبيع سابقا بتضغط او بتكتب هنا اسم المؤسسة اللي انت اشتركت فيها بتكتب تاريخ البداية والنهاية كان دورك ايه وما الى زي تمام بعد كده بتخش على الجوز اللي بعده اللي هو خطاب النية او هي معبارة عن شوية مقالات هتلاقي هنا عندك شوية مقالات المقالات دي لازم تجاوب عليها باحترافية عالية لانها من اهم عوامل القبول في المنح تمام واحنا كقناة منح من كل الوين بنتيح اه عملية التقديم ليك احترافية في المقالات دي في كل فتقدر انك تقدم بنفسك الو عايز ممكن تقدم من خلالنا ورابط استمر التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو تمام فهنا بتجاوب عن المقالات دي بيقول لك يعني بالنسبة ليه طموحك انت يعني عايز توصل لايه تمام ليه عايز تنضم المنحة دي بتجاوب عليك كل آآ سؤال من الاسئلة دي فيما لا يتعدى تلتمية كلمة تمام بعد كده بتخش الجزء اللي بعده وهو اللي هي الاوراق المطلوبة منك ترفقها في طبعا زي ما كنا وضحنا مطلوب منك اه تجيب اي ورقة تثبت اشتغلت الشغل سابقا لمدة معينة مش مشكلة لاي مدة بس تثبت انك اشتغلت في حاجة معينة سابقا سواء شغل خاص او عام اه تجيب طبعا اه اللي هي لو انت الورقة اللي معاك دي موجودة باللغة العربية تحط الاسبات باللغة العربية هنا وهتحتاج تترجمه للغة الانجليزية او الفرنسية تمام طيب اه وهنا بالنسبة للدبلون بتاعك بتشغيل التخرج نفس النظام تحط ترجمة بتاعتها بيكلمك هنا هل انت بتدرس حاليا او هنا بيسألك على اه هل انت استلمت اه اه من اي جامعة من الجامعات دي ومعاك خطاب قبول ولا لسه ما تقابلتش فيها تمام لان الجامعة التقديم من خلال ده هو بيوفر لك مباشرة من القبول في احد الجامعات دي تمام ولكن هو بيقول لك لو انت كنت تقابلت في جامعة من الجامعات دي وقدمت لها ومعاك خطاب قبول فتكتب ده هنا او تضغط على كلمة ياس تمام وهنا بيقول لك سماء تعلمين حديث ازاي اه وهنا ده في اخر ورقة هنا بتيجي تكتب التاريخ اليوم اللي انت هتعمل فيه وبتكتب اسمك بتاعتك وبعد كده بتخش الاخر صفحة اللي هي الريفيو تمام واخر صفحة اللي هي الريفيو دي بيكون ده بيجمع لك فيك كل المراحل السابقة كل الحاجات اللي انت كتبتها في المراحل السابقة وكل ده بتلهم وجمع لك هنا تمام ومحطوط هنا في في الجزئية دي وبتيجي في الاخر وتضغط على كلمة ويبقى انت كده مليت المنحة واتمامت اه اه الابليكيشن بنجاح تمام كده منحة ممتازة جدا بمتغفر لك الدراسة في احد الدول القوية اوروبا امريكا اليابانة تختار الدول اللي انت عايزة والجامعة اللي انت عايزة وتغفر لك تذكر الطيران راتب شهري رسوم الدراسة اه تأمين الطبي والسكن وماء ده ازاي يبقى هي منحة ممتازة جدا فلو عايزين تقدمولها يا ريت اه في قرب وقت لان اخر معانات هو تلاتين ابريل الفين وعشرين وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم في المنحة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته